في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة كان فيه إحصاء كان فيه اكتتاب إحصائي لعدد الشعب وهذا طبعا شيء دارج في الإمبراطورية الرومانية واحدة من الإنجازات العظيمة اللي تكلم عنها أغسطس أنه في مدة حكمه في حياته أنه أمر بالإحصاء ثلاث مرات وهو على قيد الحياة لكن هذا الإحصاء ليس بسيط هي عملية شاقة وعملية مهمة للغاية بالنسبة لأغسطس قيصر هذا الإحصاء يعني مزيد من المبالغ مزيد من النقود مزيد من الثروة مزيد من السلطة مزيد من الغنى فأمر هذا الشيء وهو لا يعلم أنه في إرادة الله عم بتمم مشيئة الله لتكملة المخطط الإلهي هذا الإحصاء مهم جدا كان على فترات في أيام كيرينيوس الوالي في سوريا طبعا كيرينيوس كان حاكم في سوريا على الأرجح أنه كمان واحد كان مبعوط اسمه كيرينيوس حتى يتمم هذا الإحصاء وأنه كل واحد يتسجل في مسقط رأسه في البلد اللي ولد فيها أو عائلته جاءت منها طبعا بالنسبة ليوسف النجار وبالنسبة لمريم العذراء كان لازم يرجعوا إلى بيت لحم لأنهم من بيت أو من عشيرة داود فهذه الرحلة طبعا ليست بسيطة مريم العذراء كانت حامل في الرب يسوع المسيح وكانوا عليهم يقطعوا مسافة كبيرة حتى يصلوا بيت لحم في تلك الأيام كانت محكومة من الرومان والرومان طبعا بنوا طرق كثيرة واحد من الطرق في هذه البلاد فيا مارس اللي كانت تربط طبعا أرض ما بين النهرين إلى مصر من هذا الطريق الكبير كان في طرق كثيرة متفرعة حتى توصل إلى أماكن كثيرة وطبعا حسب الموسم وحسب الطقس إذا كان الطقس بارد فعادة بسافروا من غور الأردن وبالنسبة إلى يوسف ومريم من الأسهل أن يتركوا مدينة الناصرة شرقا إلى غور الأردن ويسيروا في هذه المسافة الطويلة الشاقة من غور الأردن أكيد رح يقطعوا بلد كبير اسمها بيت شان مشهورة في أيام شاؤول الملك وفي أيام أيضا سليمان الحكيم كانت تعتبر واحدة من الديكابوليس المدن العشر فالسفر لازم يكون محدود مثلا من منطقة إلى منطقة حيث يوجد الماء ويكون فيه استراحة للحيوانات وأيضا مبيت وأكل أيضا فاستمروا من بيت شان في غور الأردن وصولا إلى أريحة صعودا إلى أورشاليم في طريق بيسموا اليوم ستنا مريم ومن هذا الطريق بيستمروا إلى أورشاليم من أورشاليم بيكملوا جنوب إلى بيت لحم حيث تمت النبوة أن المسيح يولد في بيت لحم لكن هذه الطرق كانت كثيرة وفي مخاطر في الطريق فكانوا يسافرون جماعات جماعات وعائلات عائلات طبعا يوسف ومريم وأكيد كان معهم دواب حتى يحملوا أغراضهم على الحيوانات لكن نحن نعرف أن يوسف ومريم كانوا فقراء وبسطاء جدا والمسافة ممكن لشخص قوي تاخد أربعة أيام لأنه مريم حامل ممكن تكون المسافة لبيت لحم مسافة أسبوع على الأقل إذا كان فيه استراحات على الطريق معدل الشخص كان يمشي 25 كيلو متر في اليوم إلى 40 كيلو متر إذا الصفر أو المسافة بعيدة فإذا صاروا 25 كيلو هذا معناته أربع لخمس أيام ونعطي طبعا الاحتمال أن مريم حامل في الشهر الأخير فأكيد طبعا المسافة أخدت أطول حتى يولد المسيح في ملء الزمان لتتميم النبوة ترجمة نانسي قنقر